ثمير غانم مالوش في اي حاجة جد خالص في الحياة بيرسم على فاردوس عبد الحميد اللي هي سيدة متعلمة بتشتغل في الجمعة بتدرس حاجة علمية يعني عايشة بمرتبها البسيط وصايبة كل الملايين اللي عندها ومن ضمن الحاجات انها بتحب المزيكة الكلاسيك فميزو او سمير غانم بيجهز نفسه عشان يكلمها او يلفت نظرها او يوقعها في شباكو فبيتعلم او بيسمع بيحاول يسمع المزيكة الكلاسيك وجايبين انا فاكرة الحتة دي في المسلسل جايبين وهو بيسمع ان المزيكة بسيطة ماشية ماشية وفجأة بتطلع وبتعلى وبيتخض ادي حاجة الحاجة التانية هنا صغيرة بابا بيحكي على اول مرة راح الابرة وطبعا لبس البدلة الوحيدة اللي عنده وراح شاف الناس شيك ولطاف ومثلا بمعين دخل عشان يشوف الابرة اللي هما بيقولوا عليها دي يعني بابايا كان بيحب يجرب كل حاجة ما انبساطش خالص بيقولك لقيت شوية ناس بتسرخ وتسرسع وانا مش فاهم بيغنوا كده ليه وبيتكلموا كده ليه وبيعملوا كده ليه بس عجبني بقى اللبس بتاعهم وعجبني الحاجات اللي محطوطة على الستيج بتاعة المسرح والكلام ده ولكن الغنى كرهته خالص لما بسأل حد عن هل بيسمع مازيكا كلاسيك بيحب مازيكا كلاسيك وليلين جدا 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 اللي بلاقيهم بيحبوا او بيسمعوا المازيكا الكلاسيك اللي انا لاحظته بقى كمان اللي ما بيسمعش مازيكا كلاسيك دايما يشتم فيها دايما يقول عنها كلام وحش طب عملت لك ايه المازيكا الكلاسيك انت اصلا ما سمعتهاش انت اصلا ما جربتش ان انت تسمعها طب تقول ايه بقى ان فيه تترات كتيرة جدا من برامج ومن مسلسلات ومن افلام واغاني نفسها كمان مقتبسة حتت من المازيكا الكلاسيك الفكرة هنا يعني طبعا اديكوا عرفتوا ايه تحدي الاسبوع اكيد ان احنا نسمع مازيكا كلاسيك الفكرة هنا مش ان انا عايزاكم تحبوا المازيكا الكلاسيك الفكرة هنا ان احنا نجرب نوع تاني من الفن نجرب يعني نحس بالحاجات اللي الناس التانية بيحسوها يعني مش عارفة اقول لكم ايه انا تجربتي مع المازيكا الكلاسيك حلو قوي ولما قريت كمان ان في بعض مقطوعات لموتسرت وبيتهوفن وجدوا انها بتساعد مخنا ان يعمل ارتباطات عصبية بين الخلايا العصبية بتاعتهم في الابحاث دي لقوا ان الجزء اللي في المخ اللي مسؤول عن اللوجيك ان احنا نفكر ونفكر بشكل منطقي ونحل المشاكل وبنفس الجزء ده هو بنتعامل مع مسائل الحساب والماث والحاجات الهندسية هو هو نفس الجزء اللي بيتعامل مع المازيكا وتعرفوا مثلا ان اينستاين او اينشتاين زي ما بينقول عليه في العربي كان عازف بارع جدا جدا على الفايولان الكمانجا لان نفس الجزء اللي بيتعامل مع المشاكل العلمية اللي كان بيفكر فيها هو نفسه اللي بيمكنه ان هو يتعلم المازيكا نفس الفايدة بنحصل عليها بس اقل شوية لما بنسمع مازيكا انواع الفن وانواع المازيكا مختلفة ومتعددة وكل مازيكا جاية من البيئة اللي تولدت فيها تلاقي الناس اللي سكان الجبل ليهم طريقة مهينة انا فاكرة يعني كنت انا وجوزي في اوروبا وقاعدين نسمع بيسموها لولي بايز الفارمرز لولي بايز الاغاني اللي كانوا بيغنوها الفارمرز الفلاحين وهم طالعين يزرعوا الجبل او واخدين البقر بتاعهم واخدينه وفي لها حاجة فكرتني بالموويل واغاني الفلاحين عندنا في مصر اللي اتنين مختلفين يعني بس في حاجة مشتركة بينهم الصوت العالي انه كأنه بيستخدم الاكو انه معتمد انه بيعمل النغمة بصوته مش معتمد انه فيه آلات حواليه اكتر انه كمان ليها رتم أسرع شوية فتحدي الاسبوع ده عشان ما اطولش عليكم هحط كم قطعة من قطع المزيكة الكلاسيك في الديسكريبشن بوكس اسمعوهم ما بقولكوش حبوهم كل اللي انا طلباه ان انتوا تسمعوا القطع دي لو حصل ان انتوا حبيتوا المزيكة دي مرة في اليوم شغلوها اشوفكم التحدي الجاي اشتركوا في القناة